يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا دخل الإنسان المسجد والدرس قائم فما الأولى في حقه أن يصلي تحية المسجد أم يجلس ويستمع للدرس مباشرة لا إذا كان بيجلس للدرس أو لغيره يصلي تحية المسجد قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد